إلى التذكير بأهم العناوين توزيع أجهزة التنفس الاصطناعي لمصابي كورونا التي تكفل بشرائها النائب أبو مازن ومحافظ صلاح الدين على مستشفيات المحافظة محافظ صلاح الدين يستحصن موافقة وزير الكهرباء على زيادة حصص المحافظة من الطاقة لزيادة ساعات تجهيز المواطنين الكاظم في السعودية وإيران وضريف في بغداد لبناء رؤية جديدة لعلاقات العراق على أسس مصالح مشتركة الصحة تؤشر تراجعاً في عدد إصابات كورونا مع تزايد معدلات الشفاء والعمليات المشتركة والسع دائرة تنفوذها في المنافذ الحدودية شكراً لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة